اشتركوا في القناة السلطة التقديرية لما هو مرسوم الضرورة لصاحب السمو انتهاء الى الدور المتوقع من قبل مجلس الامة سواء الدور الرقابي او الدور التشريعي وما في تنازل عن هذه المفاهيم وما في تنازل عن ايماننا بان احنا متمسكين في هذه المفاهيم الى ابعد مدى ان احنا كنا نرى تقدير سلطة الضرورة انها مسألة متروكة لصاحب الشعر لحاكم البلاد ونتمسك بما رأته او ما رأته هذه المراسيم فاحنا ايضا اليوم في هذه المرحلة لا نستطيع ان نتخلى ايضا على الدور الرقابي او الاستجوابات تحت اي ذريحة من الذرائع خصوصا يمكن احنا في بداية المجلس كانوا يتكلمون خلنا نعطي لحكومة فرصة ونأجل الاستجوابات طبعا انا كنت من مستجوب وكنت رافض طبعا تأجل الاستجوابات لان انا اعلم تمام العلم ان مشكلتنا في البلد ما هي مشكلة استجواب مشكلتنا في البلد مشكلة نواية ومشكلة ممارسة اذا كانت هناك ممارسة خطأ من المؤسسة التشريعية في السابق لا نرمي يعني ثقل هذه اخطاء على الممارسة في حداتها او على الادات في حداتها وكذلك الحكومة اذا الحكومة كانت ناوية انها تصلح وتسوي شيء وستسوي شيء على الرغم من كل الضجيج لكن احنا نعلم ان امكانيات البعض داخل هذه الحكومة لا ترقى الى مستوى التطلعات دائما يشار ان هناك في تعديل وزاري قادم البعض من الوزراء يقول خلنا ننطر ستة على ستة وصير خير بعد ستة على ستة دائما هالكلمات غريبة انت ياه انت ليش قبلت اصلا بالوزارة اذا انت تنتظر ستة على ستة ليش ما عملت ليش ما تعاونت ليش ما شرعت هالكلمات غريبة يعني كان شوف انا 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 ربط لك عمل الحكومة بجزئين في وزراء فعلا ودهم انهم يسون شيء وما نقدر نبخص حقهم ودورهم في انهم يايين يابون ينتجون لكن في وزراء خلنا نقول يملكون المعاونة المهمة والمفصلية في انجاز التعاون ما بين السلطتين وهؤلاء الوزراء هم مشكلتنا اليوم هم مو بس ازمة هم تعطيل وفي النهاية يعني انا انا امانة يعني اقدر اقول لك واشيد وزير الاعلام على التونك ان لدينا الحديث سابق عن الشيخ سلمان الحمود الرجل امانة قاعد يشتاج وقاعد يشتغل وزير الخارجية كذلك لكن في المقابل تعال في بعض الامور وبعض الاشياء يعني هم تقع تحطي علامات استفهم لما قلنا احنا اقرينا 33 قانون لا واليوم مع القانونين اللي اقريناهم صاروا 35 احنا عندنا 14 لا عندنا 16 قانون لم يتم اقرارهم او تصديق عليهم جريدة الكويت اليوم ليش منهم يعطل هالمشاريع لما تقول لك اتفاقية قانون مكافحة الارهاب هذا مفترض انه يتم التسريع فيه من متى احنا خاصين منه دشينا بالثلاث تشير لحد الان منشور في جريدة الكويت اليوم من يتحمل مسؤولية وليش البعض قاعد يحاول يتهرب من المسؤولية ويرميها على عاتق ادارات تحته وهو يقدر زين يتخذ قرارات تجاههم او يتخذ قرار على نفسه ويمشي اللي قاعد في هذا المكان مو قاعد عشان ينطس 16 ستة ان شاء الله لو قاعد على المكان هذا يومين الناس بتحاكمه على اعماله ما تحاكمه على ما سوف تسفر عنا حكام المحاكم حلو قدم استجوابين وزير النفط ووزير الداخلية خنقول على وزير الداخلية خنبدأ المحور يمكن الاساسة ضدها يملك اللحظ ما انه وزير النفط قدم استقالته واعتبر انها كان مصالحة مع نواب استجواب وزير الداخلية وحيل على اللجنة التشرعية يعني صفاء الهاشم كانت فيها نوع من طالب يعني عدم حالة اللجنة التشرعية وهذا حق للحكومة وتم اقرارها من قبل مجلس اليوم هل الأزمة في وزير الداخلية الحقير في أزمة وزير الداخلية واستجواب وزير الداخلية الأزمة في وزارة الداخلية وزير الداخلية طبعا انا بقول لك المميزات والسلبيات مستمع جيد وقادر على انه يأخذ بهذه الاراء ويطبقها لكن في نفس الوقت متردد وبطيء في كثير من العمر يعني على سبيل المثال عندهم من ثلاث سنوات حاجة الى تسكين الوظائف القيادية وانت تتكلم عن مئات من وظائف القيادية ليش لليوم مع الوزير الداخلية ما تصرف وتأخذ قرار شقاعد ثلاث سنين ليش ما سكنت هذه الوظائف وهذا جزء مهم من منظومة الأمنية انت اليوم لما تعطي الأمن والأمان للقيادي ويحس انه هو قاعد ينحط في مكانه وبدون مو بالتكليف بالتالي راح تشوف انه يبدع وتقدر تحاسبه اما انك انت قاعدة على خوف ورعب انه ممكن يمشي ممكن ما يمشي صدقني ما حد راح يقدر يبدع ما حد راح يقدر يعطي من نفسه جانب الآخر طبعا اليوم لكويت كلها وانا على فكرة اشهد برنامجك بخصوص الحلقات الاخيرة كان لها دور كبير وهذا دور الاعلام الحر المستقل يسلط الضوء على المشاكل بعض القضايا اللي اثرتها الدورية المنحاشة ونتكلم عنها المقاهي اكثر من قضية شفتها ولكن انا ايضا اتمنى ان اعين المسؤولين في وزارة الداخلية يراقبون ما اثرتموا لسبب بسيط اليوم انت لما تكلمت على سبيل المثال الدورية المنحاشة انا اعتقد وابرر القضية هذه بشكل يمكن الناس ما تتوقع سيارات الشرطة كلها غير مؤمنة كل سيارة الشرطة الدوريات مو مؤمنة يعني اي حادث راح يتحملها الضابط او هالفرد المسكين نعلى راتبة شون انت تبي تعطيه ثقة في انه يتصرف حسب ما يقتضي دوره اذا انت ولا كلهم يعني يملكون الوازع الاخلاقي اكيد ان في بعض منهم ضعيف في اخلاقياته في التعامل مع الحدث لكن لما تعطي تأمين على سيارته لما تحط كاميرا على سيارته ليش انتظر برنامج ابو احمد عشان يفضح التجاوز هذا ليش ما تكون فيك كاميرا في كل دورية تكشف هذه القصة ترى هذا امر مو بدأة ولا شيء جديد منه موجود في كل جول العالم بعض يعني فيه تصريح للشمال يقول انا رح نعمل عدالة بين كل الموظفين استغربت شون العدالة هل القطاع النفط اليوم اللي 19 الف موظف رواتبهم فوق المليار دينار مقابل 390 الف موظف في الحكومة رواتبهم ثلاثة مليار يعني ما في مقارنة بترفعهم للقطاع النفط ولا بتنزل القطاع النفطي شون بيوازي العدالة الاجتماعية بعض الكوادر اللي يقرد وسوت قابل يوم المحاسب بالحكومة الف مقابل نفدوان المحاسبة 1700 مقابل لنا بالنفط فوق الالفين دينار شو تبتصير عدالة بني؟ أنا مو من المراكز القانونية اللي حتحصنت ولا يمكن كنت اليوم تنتقص من حقوق الموظفين ومزاياهم المادية اللي انت بأخطائكم وصلتوها لكن تعالي با بالنسبة للموظفين الموظفين متقاعدين يعني بارد تركزون على الموظفين وهالمتقاعدين اللي هم أولى من المحترامي هذولة اللي اللي آباء وعدهم عيال كبروا وتكاليف الحياة الزايدة عليهم وهم أكثر ناس مظلومين فبالتالي احنا نبي زيادة تكون بالنسبة يعني أنا قدمت اقتراح بقانون أن تكون ثلاثين في المئة زيادة كاملة لكل المتقاعدين أيضا الموظفين الدولة احنا لو كنا اتفقنا على نسبة معينة وحددناها للكل ما وصلنا لهذه المشكلة إذا كنا نبي نوصل حق نوع من العدالة دور الرعاية الاجتماعية ضرابهم الأخير هذولة ناس قاعد يسووا شغل أمانة وايد غيرهم قاعدين ومرتاحين وقاعد يأخذون كوادر على محترامي يعني ما يستعقونها وهي علاقة إنسانية بين إنسان وإنسان مثل هذولة ما يستعقون أنهم كوادر فأنا اليوم أنا بتكلم أي عدالة أي هذا أي يقول لي بشير اللي ثلاثين سنة وانت يا الوزر الشمالي الله يطوب بعمرك وصلت السبعين يمكن انت اليوم قاعد طالب العالم انهم يروحون ويمشون وانهم خلاص وكفيت ووفيت وخلاص بعد انت يمشي وتوكل على الله وخلل كل العالم بس هذا غلط نحن ندري إن كفاءة مثل بومشعل لكن مثل ما أنت مؤمن في نفسك أنك يا بومشعل كفاءة إذن أيضاً لازم تؤمن إن في آخرين كفاءات ولا تأخذون القرارات على اللي تبونه وعلى اللي ما تبونه والعدالة تشوفونها بعين وتتركون عين والضغط السياسي إذا مورس سكتوا وإذا ما مورس فجرتوا بالناس هذا السؤال في محور رئيس مجلس الأمة يعني أنا حسيت إن هناك لوبي يعني خلني قبل ما أروح على رئيس مجلس الأمة تذكرت موضوع ينشر عبر التويتر دائماً أنا بعض المرات رولة دشتي تصعد المنصة عند على الراشد الناب على الراشد وتدير بعض النواب شنو ردك على تدير نواب الصوت الواحد على يسمونه أنا شوف ماكو مجلس ماكو مجلس ماكو حكوميين خلي اللي يقولولي يذكروني مجلس ماخلا من حكوميين خلي قولولي مافي مجلس ماخلا من الناس يدارون بالرموت كنترول إحنا كنت أكتب ولا زال أكتب في الصحافة عن النواب وعن أداء الحكومي حق نواب حكوميين كلام كررنا سنين طوال شديدين هذا الشي موجود أيضاً عندنا اليوم فلا تحطونا تقول مجلس أوه أبسط يعني فيه نواب يعني منحازين شوي للحكومة منحازين مو شوي منحازين وايد بعد ومنحازين على غير يعني بعض الأحيان ما عندهم سالفة لكن احنا نقول الله يهديهم زين ونذكرهم أنهم يمثلون للشعب ما يمثلون للحكومة داخل هذا المجلس بار نسو ذاكرة وبالنهاية بتذكرهم صناديق الانتخابات هذا الواقع موضوع علي الراشد النابع الراشد هل فعلاً في لوب تشكل ما بين ناس بعض الوزراء بالحكومة وما بين نواب داخل مجلس الأمة لمحاولة الإساءة لعلي الراشد رئيس مجلس الأمة سمعت فيها أو لا شوف أنا أشوفت تصريحات وأنا أعتقد أنها يعني أمور فردية من هنا أو هناك فردية ولكن ما في لوب أنا ما أنكر أن الحكومة ما تبي يعني خلنا نقول دور لرئيس المجلس بشكل الصحيح يمكن في هناك ناس داخل حكومة تشوف أسماء أخرى خارج يمكن هذا البرلمان تبي تتعاون معها لأجل صراعات كثيرة وطويلة ما أدري شنو مداها لكن أنا اللي أحسه أنه خصوصاً في قضية الباو الشيع من أن رئيس مجلس الأمة قاعد يحرض النواب على الاستجوابات وأنا أشهد وشهادة للحق يمكن أنا أختلف فيها مفاصل في أمور معينة لكن شهادتي الله يحاسبني عليها الرجل أكثر من حارب علشان يخفف من الاستجوابات وعددها يعني وزير الصحة كان مستجواب بخلاف وزير النفط كان أفتم من الاستجواب وزير الكهربة كان مستجواب وزير الدفاع كان مستجواب وهو يعني جهود جبارة استطاع أنه يعني يقلص من هذه من هذه الاستجوابات وعلى دعوة يعني على دعوة أنه نعطي فرصة للحكومة في المرحلة القادمة اللي حصل أنه نقلت أمور طبعاً إلى انقيادة سياسية بأنه نحن نبين استجواب أكثر من الاستجواب وقادمين فيه وأنا أحمل حكومة هذا النقل الغير دقيق والقراءة الغير دقيقة لما يحصل هناك وزراء داخل حكومة سومة وشيخ جابر المبارك لا تريد لهذا المجلس الخير وقاعد تعتقد أنا ما أقول منه الوزير يعتقد أن ذولك محترفين وإحنا هوات إحنا رح نعلمك شون الهواة يشتغلون ترى الهواة طلعوا فريق إلى كاس منديال 82 فلا تستهين بالهواة اللي تسميه الهواة لأن هذه الكلمة نقولها له لأنه ما بيقول منه بس هو حوار دار بينه ويعتقدون أنه إحنا ما ندري باللي قاعد يسوونا وبالنقل السيء اللي قاعد ينقلونا وبتمنيات أنا أعتبرها أضغاط أحلام أنه يأتيهم غيرنا ولأوثقوا تماما أنه والله غيرنا مثل ما باعوا قابلكم بيبيعونكم بس أنتوا من السداجة السياسية بمكان أنكم ما تقرؤون أن هذا مشهد سياسي قادم قادة صاحب السمو الله يطوله بعمره ومستمر وقاعدين على قلوبكم فيه قضية شفتها في مجلس الأمة وزعشتك عطني ملامحها لأنك راح تثيرها في المستقبل والله شوف أنا يعني أو شي شفتها مشكلة أو اكتشفتها قضية في داخل وكتشفتها أو على قارة مسا عبد الله معيوف يقول لي فيه كداو تو يعني فيه قضية مهمة راح تشوفها قضايا الفساد ما راح تنتهي إحنا نبن مارس دورنا الرقابي بشكل يعني أنا الهدف الأسمى بالنسبة لي أن نعيد لهذه المفاهيم الدستورية الدور الحقيقي اللي كان أيام المجالس القديمة في الستينيات هذا حلمي وضموعي أن الناس تسمع طرح راقي مثل ما كان في السابق تسمع أسلوب راقي مثل ما كان في السابق وهذا هو يعني أسمى الأهداف أما قضية الفساد قضية الفساد ما راح تنتهيها إحنا على عهد وعد حتى مع القيادة السياسية أن العيد للديمقراطية صورتها الحقيقية اللي تمتعوا فيها أهل الكويت ولا أزال أستذكر في أحد خطابات صاحب السمو أن الديمقراطية ليست بالعادة الجديدة أو القادمة كانت موجودة في الدواوين موجودة في الفريج موجودة في كل وسائل التواصل اللي كانت موجودة في السابق إذن إحنا ككويتين هذه طبيعتنا بس اللي تغير اللي تغير شنو؟ تغيرنا إحنا؟ لا إحنا ما تغيرنا دش علينا شيديد دشت علينا لغة يديدة دشت علينا مفاهيم يديدة إحنا ما تربينا عليها إحنا أيين نعلم الناس إحنا يا هل الكويتش اللي تربينا عليك بس